اقول في كتابه الكريم اشتركوا في القناة قيوتهم وعلى أوراتهم وأسرارهم فلا يوجد مبرر لامتهاك حرمات الأنفس والقيوت والأورات وعلى ذلك يجب احترام خصوصية الناس فيما يتعلق بالهاتف المحمول فلابد من الجناب الإطلاعي على سجل المكالمات أو الرسائل أو دليل الأسماء أو نحو ذلك من الأمور التي تحص صاحب الهاتف ويقره أن يطلع عليه أحد غيره لا يجوز الإطلاع على خصوصيات الهاتف المحمول من غير رضا صاحب الهاتف لا يجوز الإطلاع على خصوصيات الهاتف المحمول من غيره لا يجوز الإطلاع على خصوصيات الهاتف المحمول من غيره لا يجوز الإطلاع على خصوصيات الهاتف المحمول من غيره فيما يطلع على خصوصيات الهاتف المحمول من غيره ومن يطلع صاحب الهاتف المحمول من غيره ويادونا قبل أن يطلع من غيره ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر